عايزة أعرف تحكيلي كده بهدوء إمتى وإزاي وفيلم إيه اللي قررت فيه تبقى المخرج عمر عبد العزيز أولاً وانا مساعد اشتغلت ومساعد فترة كبيرة يعني عدد أفلام كبير في فترة الليل فأنا كنت معاً معهد السينما في أداب عين شمس مشي يا بتدرس الحكتين؟ أه أداب عين شمس ووقت فاروق فشاوي فاروق ده خد لقيت بقى فاروق عمر الشراي عمر خورش الدول بيتخرجوا يحيا فخراني في الطب أحمد راتب الله يرحمه في الهندسة وكان المسرح الجماعي بقى حاجة تفرح وقتها فلفت نظري جداً يحيا وأحمد راتب ومثلين يعني فالفترة دي بقى اتعرفت عليهم وعلى يحيا فوانا مشتغل كنا بنعمل فيلم في اليونان مع محمد اسمه رحلة الشقاء والحب وكان معانا يحيا دوره يعني فأنا قلت ليه بقى ما تبقاش بطر قال لي لسه وبتعطته لأ هندوروا وأنا كان منتجين كتير بيجوا يقول لأ بقى ابتدي بتاع يعني انت أنا بقى بطولة دكتور ريحيا الفخراني بدأت من عندك من عندك أنا بس لازم أسنده وبتعطت فجريت على صديقي الأبوية كمان فريد شوقي قلت له أنا عايز اسمك يعني فكان هو ونورة نكحين جداً كابل عمل وأفلام نكحت جداً فكان لازم أمضي اتنين نبيع بيهم الفيلم عشان أطلع يحي وطبعاً رحت الفريد شوقي رحب جداً ونزل يعني خد ربع أجره عشان أنا أبقى مخرج ويحي يبقى بطل وعملت اليحيا فخراني أول بطول دعوة خاصة جداً أول فيلم 3 يناير 81 فيلم كامير على فكرة فيلم مختلف واخترك القصة؟ عادت أدور كان معنا الدفعة اللي قابلي ودي الشامي وسعيد محمد مرزوق دول كانوا في قسم سناريو عادنا وبتاعة كتبوا لي أول فيلم وكان المنتج متحمس ليا يعني فالحمد الله عدنا وعملنا وبقلت له حملولك بميزانية صغيرة كانت السوق شغال وكانت الناس تحنوة أفندم؟ والناس كتحنوة والنفسيات كتحنوة الحمد لله كانوا طبعا وبيحبوا النجاح وبيساعدوا بعض وبيضعموا بعض وفي حاجة كمان ان انتوا كنتوا موجودين في كل الفنانين في الوقت ده انتوا موجودين في أماكن كلكوا بتروحوها مبعد تخش الجامعة تلاقي أسامي كبيرة تخش النادي تلاقي أسامي كبيرة فهم قصدي يعني انتوا كنتوا ليكوا وجود في المجتمع كبير وما كانش في الاختراعات يعني فيش الفيديو ده ما كانش اطلع فلازم يوم نروح المركز الكاسوليكي نشوف أفلام المركز الثقافي الروسي نشوف فيلم المركز الإيطالي نشوف فيلم سامي السلمون والله يرحمون الناقض العظيم عمل حاجة اسمها نادي السينما يوم الأربع حفلة تسعة في سينما أوبرا بندفع اشتراك ونروح نشوف فيلم كل مختلف كل اسم كانت الحركة الفنية عالية جدا في كتب فيه أنا صديقي مثلا أستاذ بعشاء والأستاذ بركات أستاذ صلاح ابو صيف أقدر أخرج معاه ونتكلم علي زرقاني هو اللي علمنا الروح النادي القال لانه كان بيكتب هناك مفيش مفيش غيرة لا وهو عايز ياخد ايد الطالب معاه أستاذ محمود مرسي طبعا أبو الإخراج بالنسبة لنا قال إنه كان بيدرسنا إخراج نبقى معاه نروح نصهر على قهوة مش عايز في التوفيقية يبقى لعد معاكم العملية داخل يعني الروح الحلوة دي اختبت ليه الزمن الناس تعليم جهل إنتي في كل حاجة بقول لحضرتك مرتب القهوان المستطرق النهاردة الناس ما بتحبش بعض كان زمان يفرحوا جداً وبيطلعوا مخرج فريد شوقي يوقف جنبي مرتين ثلاثة بياخد ربع عجرة عشان أنا أبقى مخرج والحركة الفنية ماشية النهاردة الناس فعلاً ما بتحبش بعض وقيسي ده على كل حاجة مش اللي ما بتكلمش على الفن بس يعني كل حاجة بقى كل واحد يقول يلا نفسي ده وحش نهاردة الناس